الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، مستشعر موضع الخنقي، مفتاح الدائرة بمتقطع ماذا يعني ذلك، رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على جميع المركبات الأحدث لعام 1996، دوج، كريسلر، هيوندي، جيب، مازيدا، ألخ، على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع، أضرازو، في تجربتي الشخصية، وجدت أن رمز P0224 المخزن يعني أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد كشفت عن عطل متقطع في الدائرة لدائرة مستشعر موضع الخنقي BTPS، عدتاً ما يكون TPS عبارة عن مستشعر من نوع الجهد الذي يكمل دائرة مرجعية بخمسة فولت، يتم تشغيل TPS ميكانيكياً باستخدام امتداد عمود لوحة الخانق أو علامة تبويبها مصممة خصيصاً على المستشعر، عندما يتم فتح الخانق وأغلاقه، يتم سحب جهات الاتصال الموجودة في المستشعر عبر لوحة الدائرة الكهربائية، وتتفاوت مقاومة المستشعر، مع تغير مقاومة المستشعر، يتقلب جهد دائرة TPS، يتعرف PCM على هذه التقلبات بدرجات متفاوتة من تشغيل لوحة الخانق، يستخدم PCM إشارات جهد الدخل من TPS لحساب تسليم الوقود وتوقيت الإشعال، كما يستخدم بيانات إدخال TPS لمراقبة تدفق هواء الصحب، ومحتوى الأكسوجين العادم، ووظيفة إعادة تدوير غاز العادم، AGR، ونسبة حمل المحرك، إذا اكتشف PCM عيداً عيناً من الإشارات المتقطعة أو غير المنتظمة من TPS، على مدار فترة زمنية محددة، وتحت مجموعة من الظروف المبرمجة، فسيتم تخزين الرمز P0224 وقد يضيء مصباح مؤشر عطل MAL، الخطورة والأعراض يلعب TPS دوراً مهماً في قيادة المحرك، لذلك يجب معالجة الرمز المخزن P0224 P0224 بدرجة من الاستعجال، قد تشمل أعراض رمز P0224 مايلي، ردد عند التسارع دخان أسود من عادم المحرك، خاصة عند بدء التشغيل، تأخر بدء تشغيل المحرك، خاصة عند بدء التشغيل البارد، انخفاض كفاءة استهلاك الوقود قد تترافق الرموز المرتبطة بالانبعاثات المخزنة مع P0224 أربع الأسباب المحتملة لهذا الرمز تتضمن TPS معيبة أو معدلة بشكل غير صحيح الأسلاك أو الموصلات TPSB القصيرة أو المختصرة لوحة التجميع أو التلف لوحة PCM سيئة أو خطأ في برمجة PCM إجراءات التشخيص والإصلاح تتمثل نقطة البداية الجيدة دائما في التحقق من نشارات الخدمة الفنية TPSB لسيارتك الخاصة، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص عادة ما أستخدم مماسحا تشخيص ينوفولتا رقميا DVOM أمصدرا دقيقا لمعلومات السيارة All Data DIY لتشخيص الرمز P0224 يبدأ التشخيص الناجح عادة بفحص بصري لجميع الأسلاك والموصلات ذات الصلة بالنظام، أود أيضا اختبار لوحة الخانق ابحثا عن علامات فحم الكوك أو تلفه، قم بإصلاح أو استبدال الأسلاك أو المكونات المعيبة كما هو مطلوب ثم أعد فحص جسم الخانق وTPS، قم بتوصيل الماسح الضوئي بموصل التشخيص، استرجاع جميع رموز المشاكل المخزنة وكتابتها للرجوع إليها في المستقبل، أحتفظ أيضا بأي بيانات ذات صلة لإطار التجميد، قالبا ما تكون ملاحظات مفيدة إذا ثبت أن الرمز المخزن متقطع بعد ذلك، سأقوم بمسح الرموز واختبار قيادة السيارة، تابع التشخيص إذا تمت إعادة تعيين الرمز، إذا لم تتم إعادة ضبطها، فقد تحتاج الحالة إلى أن تزداد سوءا قبل إجراء التشخيص الصحيحي قم بتشغيل السيارة بشكل طبيع حتى يدخل PCM في وضع الاستعداد أو تتم إعادة ضبط الرمز تابع بالتحقق من نشارات الخدمة الفنية TSB التي تنطبق على العطل والمركبة المعنية عن طريق استشارة مصدر معلومات سيارتك إن أمكن استخدم المعلومات الواردة في مكتب تقييس الاتصالات المناسب للمساعدة في تشخيصك، يمكن أن تكون TSBS مفيدة بشكل خاص عند تشخيص حالة متقطعة قد ينتج عن تدفق بيانات الماسح الضوئي معلومات مفيدة تتعلق بأوجه الخلل والتناقضات في مستشعر موضع الخانق إذا قمت بتضييق دفق بيانات الماسح الضوئي لعرض البيانات ذات الصلة فقط، فستحصل على استجابة بيانات أكثر دقة إذا لم يتم الكشف عن أي خلل، استخدم DVOM لاختبار TPS يمنحك استخدام DVOM الوصول إلى البيانات الحية إذا كانت خيوط الاختبار المناسبة متصلة بدوائر الأرض والإشارة، شاهد شاشة DVOM أثناء تشغيل الخانق دوياً ابحث عن مواطن الخلل في الجهد حيث يتم تشغيل الخانق ببطء من الوضع المغلق إلى الخانق المفتوح الواسع يتراوح الجهد عادة من 0.5 فولت عند خنق مغلق إلى 4.5 فولت عند خنق مفتوح واسع إذا تم الكشف عن أي خلل أو تناقضات أخرى، أشتبها في أن المستشعر الذي يتم اختباره معيب أو غير صحيح ملاحظات تشخيصية إضافية، إذا تم استبدال TPS واستمر تخزين P0224، فاستشار مصدر معلومات السيارة لمواصفات ضبط TPS استخدم DVOM مع توصيل أسلاك الاختبار بدوائر الأرض والإشارة لضبط TPS بدقة